أكد وزراء الصحة بدول مجلس التعاون أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين وزرات الصحة وذلك بما يعود على مواطن وموقيم دول مجلس التعاون بالفائدة ويعزز المكانة الدولية للمجلس جاء ذلك خلال اجتماعهم الخامس والثمانين والذي عقد اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياضة برئاسة وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل وقد شهد الاجتماع تدشين وزراء الصحة للمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها والذي تم اعتماد إنشاءه بقرار المجلس الأعلى في الدورة الحادية والأربعين حيث يهدف إلى تعزيز التنسيق وبناء المعرفة وإنتاج الأدلة للتمكين من الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية وكذلك التخفيف من حالات الطوارئ الصحية العامة وتعزيز المجتمعات المحلية الصحية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ترجمة نانسي قنقر